كسب ثقة الجزائري ليست سهلة أبداً فمسار السنوات الماضية أفقدت الشعب الجزائري الثقة في كل مؤسسات الدولة فما نراه؟ من رشوة وفساد ومحسوبية وإقصاء ووضع اجتماعي متردي وإدارة متردية ومنظومة صحية فاشلة جداً ومتخبطة جداً أفقدت الجزائري للثقة لذلك الإشكالية استعادة الثقة تتوقف على الدور الذي سيقوم به الرئيس المنتخب والرجال الذين يحوطون به إذن إخواني أن انتخابات خيار استراتيجي لذلك لا تربط هذا الخيار بمآلات الأوضاع لاحقاً الرئيس إذا كان اختار رجال لم يكن بينهم الذين ننتقدهم بينهم الذين نرفضهم إذا اتخذ قرارات بينها التي نوافقه عليها أو لا نوافقه عليها هذا أمر آخر لا يمكن ربطه بالمسار الاستراتيجي في الانتخابات الانتخابات كانت مرحلة فقط كانت مفتاح لإعادة الجزائر إلى سكة معينة وبعد ذلك ننطلق قد نجد مطبات قد نجد أشياء قد نختلف أصلاً مع الرئيس قد لا نتفق معه قد نرفض الحكومة هما انتخابات قد يطرح مبادرات يرفضها الشعب الجزائري قد تأتي انتخابات تكون أغلبية في أحزاب أغلى الشياء كل شيء ممكن ولكن هذا كله ربطه بالانتخابات انتخابات 18 ديسمبر هي مغالطة كبرى تقوم بها أطراف تضررت كثيراً من هذا المسار الانتخابي هذه الأطراف كانت تراهن على الفوضى رهانها على الفوضى وليس رهانها على التغيير نعم رهانها على الفوضى وليس رهانها على التغيير لأن لو كان رهانها على التغيير لكانت شجعت الجزائريين على المسار الانتخابي سجعت أن ذاك الحراك الشعبي أن يختار ويلتف حول رئيس إيس معاي أو مرشح معين ويكون هذا المرشح هو الذي يلبي المطأك بطريقة أكثر لمطالب الحراكيين أو مطالب الحراك الشعبي لأنه لا يمكن أن نأتي الآن بمنتخب سيلبي لك 100% كل مطالبك المشكلة الآن في ظل شبكات التواصل الاجتماعي الذي لا تلب له أموره الشخصية يسقطها على كل الجزائر وعندما تلقي نظرة على شبكات التواصل الاجتماعي ترى بأنه البلاد في هاوية وفي هلاك وكذا 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 ولكن هذا ليس المعيان